موسيقى رئيس الجمهورية يؤكد في تغريدة له على حسابه بالتويتر سعي بلادنا المتواصل للعمل حتى تتحقق التغطية الصحية الشاملة السيدة الأولى تشارك في حفل إفطار بنواك شوط بمناسبة مرور 75 عاما على تأسيس منظمة الصحة العالمية موسيقى وزير التجهيز والنقل والمياه وصف الصحية تتفقدان تقدم الأعمال في منشآة قيد الإنجاز بمدينة روسو موسيقى أهلا وسهلا بكم إلى هذه النشرة أكد رئيس الجمهورية السيد محمد الشيخ الغزوان في تغريدة له على حسابه بتويتر سعي بلادنا المتواصل للعمل حتى تتحقق التغطية الصحية الشاملة وتقديم خدمة نوعية للمواطنين لتحسين العناية بهم جاء ذلك بمناسبة اليوم العالمي للصحة وفيما يلي نص التغريدة بمناسبة اليوم العالمي للصحة نؤكد سعينا لمواصلة العمل حتى تتحقق التغطية الصحية الشاملة ونقدم خدمة نوعية للمواطنين لتحسين العناية بهم في إطار تطوير منظومتنا الصحية كما أحيي بالمناسبة طواقمنا الطبية لما يبذلونه من جهود من أجل صحة المواطنين وأدعوهم لمزيد من البذل والتطحية وكان رئيس الجمهورية سيد محمد والشيخ الغزواني قد تلقى درعان تكريميا من منظمة الصحة العالمية وقد كرمت المنظمة رئيس الجمهورية تثمينا لدوره الاستثنائي في مكافحة جائحة كوفيد-19 ورؤيته في مجال التغطية الصحية الشاملة لجميع المواطنين متابع فيما يلي ملفا عن جوانب من المواجهة التي خاضتها بلادنا ضد جائحة كوفيد-19 حربا ضروسا غير تقليدية في مواجهة عدو خفي ما عهدته البشرية قط ولم تعرف له من قبل سمية إنه فيروس كورونا أو كوفيد-19 الذي اشتاح العالم بأسره قبل ثلاثة أعوام واهتزت لهول شراسة معركته الكبرى كيانات دولية طاولت من ممومتها الصحية عنان السماء تطورا رقيا بعد أن ظن أهلها أنهم قادرون عليها معهد الوطني كي نعلمنا لذي دقائق ما مياسر عندنا حالة إيجابية لهذا فيروس ونالت بلادنا نصيبها من هجوم الفيروس الفتاك بكل متحوراته وسائر مسمياته فكان أن لا مندوحة من حتمية المواجهة ولا سبيل إلا إلى الجهد الذاتي والتخطيط الواقعي الميداني فالعالم مشغول عن بعضه البعض ولا يسأل حميم حميمة فالداء ضرب بأطنابه في كل شبر من المعمورة والبشرية لكل منهم يومئين شأن يغنيه هنا كانت الدولة الموريتانية التي لم يمضي حينها على تسلم رئيس الجمهورية سيد محمد الشيخ الغزوان السلطة فيها سوى بضعة أشهر جاهزة وحازمة وكان هو على رأس الجهود الاستثنائية التي بدلتها الحكومة لمواجهة الضيف الثقيل ولأن مواجهته لا محد عنها ولا سبيل إلى دواء أو لقاح ساعتها للوقاية من الفيروس فكان لابد من إجراءات العزل والفصل وحضر التجول والحد من الأشطة الاجتماعية التي يعتمد عليها كثيرون في حياتهم الاقتصادية ومعاشرهم اليومي سارع فخامة رئيس الجمهورية إلى الإعلان عن رزم إجراءات متتالية للحد من تبعات تلك الإجراءات خطوات لتقديم دعم سخي وفوري ومباشر للمواطنين بعض الأزمات تتطلب نسقا في التعاطي يأخذ شكلا من أشكال السرعة والنجاعة والسيادة خاصة إذا كانت المعركة معركة وجود السلطات الموريتانية حينها رفعت مؤشر الخطر إلى اللون الأحمر وشرعت في اتخاذ إجراءات وتدابير سريعة حمل بعضها خطاب رئيس الجمهورية السيد محمد للشيخ الغزواني مع وغور الحالات الأولى للوباء لقد تابعت الأمم المتحدة وخاصة منظمة الصحة العالمية مختلف الجهود التي قامت بها موريتانيا لمواجهة انتشار هذا الفيروس وكانت في كل مرة تسجل مواقف إيجابية إزاء ما حققه هذا البلد في مجال محاصرة الوباء وحين حلت ذكرى الرابعة والسبعين لإنشاء هذه المنظمة اختارت رئيس الجمهورية السيد محمد للشيخ الغزواني لمنحه درعاً تثميناً لجهود بلادنا في مجال القضاء على فيروس كورونا ترى المنظمة أن خطة موريتانيا كانت ناجعة إلى حد كبير فقد تمكنت بلادنا من اتخاذ التدابر الأساسية لحماية السكان وخاصة الطبقات الهشة ودعم المنظومة الصحية الهيكلية بالوسائل والمعدات والكوادر وفي خضم مواجهة الوباء تم تشكيل لجنة وزارية عليا برئاسة الوزير الأول كما تم تشكيل عدة لجان إضافية أخرى وتأسس صندوق مواجهة كورونا وقد رافق هذه الخطوات عمل ميداني شاركت فيه الفرق الصحية والأمنية والعسكرية والإعلامية وجاب مختلف القرى والمدن داخل البلاد ووفق المقاربة التي وردت ملامحها الأساسية في خطاب رئيس الجمهورية تم العمل على اتخاذ إجراءات ميدانية وعاجلة منها حضر للتجوال وحملات تحسيس وتعبئة ودعم المنظومة الصحية فتم الحد من الاختلاف وتم الحجر الذاتي مع الفحوص المستمرة والكشف عن الحالات المشتبه بها تم فرض عدم التنقل بين القرى والمدن إلا للضرورات القصوى وفي الإطار ذاته اقتنت البلاد حاجياتها من الأدوية والمعدات والتجهيزات الطبية المرتبطة بالوباء كما تم تخصيص عدة مليارات من الأوقية القديمة لدعم عشرات الألاف من الأسر المتعففة والتي تعيدها النساء فاستفاد من ذلك أيضا العجزة وذوي الإعاقة من خلال إعانات مالية شهرية طيلة ثلاثة أشهر الأخيرة من العام 2020 وفي الإطار ذاته تحملت الدولة كافة الضرائب والرسوم الجمهورية على القمح والزيوت والحليب المجفف والخضروات والفواكه طيلة ما تبقى من السنة كما تحملت فواتير الماء والكهرباء عن الأسر الفقيرة لمدة شهرين تحملت الدولة أيضا عن المواطنين في القرى كافة تكاليف المياه القروية بقية تلك السنة كما تحملت الدولة عن أصحاب المهن والأنشطة الصغيرة ولمدة شهرين كافة الضرائب البلدية وتحملت عن أرباب الأسر العاملين في قطاع الصيد التقليدي كافة الضرائب والأتاوات المترتبة على هذا النشاط طيلة بقية العام 2020 ووسط هذه الجهود التي عززتها إجراءات أخرى موازية تمكنت بلادنا من القضاء على هذا الفيروس في ظروف مرضية وهو الأمر الذي لم يفت المنظمة الدولية التي قررت تكريم رئيس الجمهورية لقاء هذا العمل الإنساني والسيادي النبيل حضرت السيدة الأولى الدكتورة مريا محمد فاضل دافن أكشوط حفل إفطار منظم من طرف منظمة الصحة العالمية بمناسبة تخليل الذكرى الخامسة والسبعين لتأسيس هذه المنظمة حضر الحفل عدد من عضي الحكومة وسلك الدبلوماسي إضافة لممثلي المنظمات والهيئات الدولية العاملة بموريتانيا منظمة الصحة العالمية في موريتانيا تقيم حفل إفطار بمناسبة الذكرى الخامسة والسبعين لتأسيسها السيدة الأولى الدكتورة مريا محمد فاضل الداف ستقدم الحاضرين لهذه الاحتفالية التي تنظم بالتزامن مع اليوم العالمية للصحة تحت شعار الصحة لجميع وزير الصحة المختار الدهي أوضح في كلمة له بالمناسبة أن عمل منظمة الصحة العالمية ظل راصخا بقوة في المبادئ الأساسية المتعلقة بالصحة ورافهية للجميع على النحو المنصوص عليه في القانون التأسيسي منذ 1948 مبرزا أنه بعد 75 عاما كانت النتائج التي حققتها المنظمة رائعة وبيّن أن موريتانيا تولي اهتماما خاصا لدور منظمة الصحة العالمية من خلال خبراتها وبرامجها الهادفة مشيرا إلى أنها تعتبر جهة فاعلة أساسية في قلب الهيكل العالمية وأكد أن السلطات العليا في الجمهورية الإسلامية الموريتانية تشارك المنظمة أهدافها بالكامل سعيا لتعزيز الإنصاف والتعددية الذين يدخلان في صميم اهتمامات وتعليمات فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد الشيخ العزواني للوصول إلى الصحة الشاملة مشيرا إلى الاعتراف بهذه الإرادة السياسية القوية من قبل المنظمة التي منحت وساما فخريا لفخامة رئيس الجمهورية على قيادته القوية وتنسيقه الجيد وتصميمه والتزامه في مكافحة كوفيد-19 وأشار إلى أن الوصول إلى التأمين الصحي سيكون مفتوحا للأشخاص غير المؤهلين للحصول عليه ولسيما العاملين بالقطاع غير رسمي لافتا إلى أن الإصلاحات تهدف إلى ضمان توفر الأدوية الأساسية بكل الوحدات الصحية بسعر في متناول الجميع من جهتها أوضحت ممثلة منظمة الصحة العالمية في موريتانيا شارلوت فاتنجاية أن موريتانيا وضعت العديد من الاستراتيجيات والبرامج التي أوصت بها منظمة الصحة العالمية وبينت أن تخليد الذكرى الخامسة والسبعين لتأسيس منظمة الصحة العالمية يعتبر فرصة لتوحيد الجهود لمواجهة التحديات التي تواجه الصحة مؤكدة التزام المنظمة بدعم إنجاز المهمة النبيلة للتعطية الصحية الشاملة في موريتانيا مما يتطلب تعزيز النظام الصحي الوطني الحفل شهد تكريم عدد من الشخصيات العامة بخطاع الصحة تقديرا وتذمينا لجهودهم وإسهاماتهم البناء التي بدلوها طيلة فترة خدمتهم في المجال الصحي وكان واضحا من الشخصيات المكرمة اعتزازها وتقديرها بتسلم هذه التكريمات من السيدة الأولى مريم محمد فاضل الداهة التي تحرص دائما على الحضور مع هذه القامات الكبيرة التي خدمت البلاد والعباد السيد محمود الموريتانيا نوكشو أشرف وزير الصحة الليلة البارحة على إطلاق حملة لتبرع بالدم منظمة بالتعاون بين هيئة ابن بي للعمل الخيرية والمركز الوطني لنقل الدم وكاد الوزير في كلمة بالمناسبة أهمية نشر ثقافة التبرع بالدم خصوصا في مواسم الخير وسط الحديث عن نقص في بنوك الدم بالمستشفيات الوطنية أطلقت هيئة بمبيا الخيرية حملة للتبرع بالدم بالتعاون مع المركز الوطني لأمراض القلب ووزارة الصحة نختار نقول أن ثقافة التبرع بالدم يا الله الناس تعرفها ويا الله تتملكها وعلى الأفضل الأوقات التي نعطى فيها هي أوقات رمضان الممليلة التي فيها حاسبة رمضانية تضاعف فيها الأعمال زيد على ذلك أن الأطباب الآن بنوك الدم فيها كميات ناقصة حتى لأن الناس لا تتبرع في الفترة وذي مناسبة ندعو الموريتانيين كاملين قادرين منها وخصوصا الشباب وأراهم هنا في هذا الشارع على أنهم يتبرعوا بالدم ويتملكوا إذا قاموا تبرع بالدم وعلى أن تعود المنظمات حكومية مولي كهذه المنظمة هيئة عبدالله بنبيا كاملة على أن يعود فيها زاد هي جزء من حملاتها للتبرع بالدم يقدم الشباب أغلى ما يملكون من أجل رسم البسمة على محي المرضى الذين يعانونه من نقص مادة الدم الهامة للا تحاول هيئة بنبيا الخيرية جمع أكبر قدر ممكن من المتبرعين لتدب الحياة في أجساد أنهك هالمرض نحن الحمد لله مذالنا الحمد لله في هذا المجال الحمد لله هذا رمضان الرابع الحمد لله نسختنا الرابعة وكل مرة رغم فيها نزيد عدد الناس اللي يتبرعوا بالدم بيلي فترة رمضان يخفوا فيها الناس حتى ما تدبونك الدم وما فيش الحمد لله دائما تعاون الحمد لله المركز الوطني لنغل الدم الحمد لله يجهزي معنا بالأحسان وتوفو هاي نسختنا الرابعة وراجم عندما نراه 80 لمية رقاش خطوة إنسانية تقوم بها هيئة بنبيا الخيرية لأنها تضرب أكثر من عصفور بحجر واحد طمأنة المتبرعين على صحتهم ومنح جرعة أمل وحياة لمن أعياهم الألم محمد عمر بلول الموريتانية نواكشوط أدى وزير الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي صباح أمس زيارة تفقد وطلاع لبعض المنشآت قيد الإنجاز في ولاية نواكشوط الجنوبية شملت زيارة قرية الصناعة التقليدية بالميناء والمدرسة الابتدائية بالقطاع الثالث عشر والمجمع التجاري الكبير بعرفات وملعب الرياضي وساحة وجاهة والأمام بنفس المقاطعة للوقوف ميدانيا على مدى تقدم سير العمل في إنجاز عدد من المشآت التي تشرف عليها وزارة الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي أدى وزير الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي زيارة تفقد وطلاع لخمسة مواقع للأشغال الكبرى والمتوسطة وذلك في ولاية نواكشوط الجنوبية الوزير الذي كان مرفوقا بالأمين العام للوزارة ووالي ولاية نواكشوط الجنوبية والسلطات الإدارية والأمنية بالولاية إضافة إلى بعض أطور القطاع زار قرية الصناعة التقليدية في مقاطعة الميناء حيث عاين تقدم الأشغال في هذه المشاة التي وضع رئيس الجمهورية حجرها الأساس يولو من العام الماضي وقد وصل تقدم الأشغال بها 40% وبنفس المقاطعة زار الوزير المدرسة الابتدائية في القطاع 13 وهي المدرسة التي وصلت الأشغال بها مراحلها النهائية حيث من المتوقع أن يتم تسلمها قبل نهاية الشهر الجاري هذه المدرسة معدلة في القطاع 13 الحي اللي جاي راحل من تفرق زينة اللي راحلوا الحمد لله شاكرينهم على ترحيله راحلنا كنا نعرفوا حاله والحمد لله كنا لا في الحيوط وفي المباراة وعدنا في النمروات الحمد لله ورأنا شاكرين هذا الرئيس وشاكرين جميع الجهات المعنية والمسؤولة عن هذا البلد سألين لهم الله سشاء الله التوفيق بالنسبة أننا حراء استفرق زينة شاكرينه لكل إنجازات التي تحقت وشاكرينه مولي شاكرينه كذلك للمدرسة لأول مرة مولي وفي مقاطعة عرفات عين الوزير والوفد المرافق له سير العمل في المجمع التجاري الكبير الذي وصل تقدم الأشغال به 80% ويسير وفق الآجال التعاقدية أما في مقاطعة الرياض فقد ظهر الوزير الملعب الرياضي متعدد الاختصاصات بالمقاطعة وعاين مستوى سير العمل به ومدى تقدم أعمال التوسعة وعملية إعادة البناء الشاملة التي يشهدها والتي وصلت مراحلها النهائية حيث من المتوقع أن يتم تسلمه إلى جهة التشغيل خلال الأسابع القادمة الوزير ختم زيارة التفقد والاطلاع هذه بتفقد ساحة وجاهة الأمم بمقاطعة الرياض حيث تجري التحضيرات النهائية لتتشين هذه الساحة الأولى من نوعها بولاية الوكسفة الجنوبية ومن المتوقع تسلمها لجهة التشغيل والاستغلال خلال الأيام القادمة المغبلة نحن اليوم في زيارة لولاية الوكسفة الجنوبية زيارة الطلاع ومتابعة للمشاريع التي تشرف عليها الوزارة في هذه الولاية استطعنا خلال هذه الزيارة لأننا نهضل عدة مراحل زرنا عدة مكونات منها قرية الصناعة التقليدية والسوق عرفات وشفنا مراحل تقدم الأشغال فيها بعد ذلك انتقلنا إلى الميناء زرنا العمودة 11 قطعة 11 بكاتراز وشفنا ممالية تقدم الأشغال فيه وصل المدرسة الابتدائية قيدة الإنشاء اللي لحقت مراحلها النهائية وهون في المرحلة نحن عند الساحة اللي واقعة في الترحيل ونفس المقاطعة وليتعود متنفس لساكنة هذه المنطقة اللي هي منطقة بعيد نائية شوي عن وسط المدينة وهذا كامل داخل في إطار تنفيذ برنامج وخامة بقرأيس الجمهورية سيد محمد الشهر العزواني وبتعليمات من صاحب معالي الوزير الأول لأننا نتابع وسير الأعمال اللي ينفذها القطاع واللي هي مهمة لأنها تدعم مختلف القطاعات الأخرى وفي نفس الوقت زرنا مراكب الرياضي اللي اللي في الرياض اللي هو اللي لا يعود يعطي اللي يوفر متنفس للشباب والناس المهتمين بالمختلف الانشيطة الرياضية أكثرهم نأكد على الدور الكبير اللي تتلعبوا السلطات الإدارية والبلدية للولاية ومواكب تهنى في هذه الزيارة ويشرافهم لمختلف مراحل البرنامج اللي زرنا اليوم اللي تشرف عليه أدت قطاعات تابعة الوزارة منها وكالة تنمية الحضارية منها شركة إسكان وإدارة المباني وبمختلف محطات الزيارة حث الوزير القائمين على الأشغال على احترام الآجال المحددة والمعايير الفنية مع مزيد الاهتمام واليقضة حتى يكون الارتزام بالأشغال هو القاعدة للإستثناء إلى مدينة روسو حيث أدى وزير التجهيز والنقل والمياه والصرف الصحي زوال أمس زيارة تفقد والطلاع لبعض المشروعات المنفذة التابعة لمقال قطاعهما الزيارة شملت شبكة طرقية قيد الإنجاز ومشروع بناء جسي روسو إضافة إلى معاينة الأشغال المتعلقة بإعادة تأهيل شبكة الصرف الصحي بالمدينة حزمة من المشارع التنموية تشهدها مدينة روسو بدأ العمل فيها طبقا لتوصيات رئيس الجمهورية السيد محمد الشيخ الغزواني على ضوء اجتماع مجلس الوزراء المنعقد في المدينة خلال الأشهر الماضية هذه المشروعات التي تتمثل أساسا في بناء شبكة طرقية حديثة وإعادة تأهيل شبكة الصرف الصحي شكلت محور زيارة وزيري التجهيز والنقل والمياه والصرف الصحي وذلك للإطلاع على مدى تقدم الأشغال في ورشات العمل وخلال معاينتهما للأشغال تلقى الوزيران شروحا وفية حول طبيعة العمل في هذه المشروعات وفي هذا السياق أعرب وزير التجهيز والنقل عن ارتياحه لتقدم الأشغال مؤكدا أن القطاع قام بتوفير المعدات اللوجستية واللواسم الطرورية لمراحل الأشغال القادمة بما يضمن إنهاءها في الآجال المحددة بعد ذلك زار الوفد الوزاري وأشغال بناء جسر روسو واطلع على مدى تقدم الأشغال فيها وفي هذا السياق استمع وزير التجهيز والنقل للشروح الفنية المقدمة من طرف المشرفين على المشروع والمخترحات المقدمة لتقدم الأشغال مستقبلا بشكل متسارع قمنا اليوم بزيارة التفقد وطلاع الأشغال لحالا قيد التنفيذ في مدينة روسو وهذا يطال نختار حزم المشاريع المباركة تنفذ عليها حالا في مدينة روسو متعلقة بخبار الطرق عندنا في الأول الطريق اللي مدخل روسو اللي 7 كيلومترات اللي منفذ من طريق الشركة أتهر وعندنا 8 كيلومترات من الطرق اللي منفذة بشركة أمتسي داخل المدينة وزيارة على هذا عندنا جسر جسر روسو اللي يربط بين دولتنا روسو موريتان والجنوب اللي هو السينيقاء هاي الأشغال الحمد لله متقدمة فيما يخص مدخل المدينة حكما عادة وافي بعد شهرين انطلاقوا مزالت فيه دور تعدى سبوع وعشر طيام من الشغل على كل حال حسب المعلومات اللي عندنا وافي فيما يخص الطرق جميع الطرق اللي موجودة حالا تعدى لـ 8 كيلومترات العمل فيه جاري ونرجو ان شاء الله حسب الجهود اللي قايمة بهم السلطات الإدارية وهون نشكرهم على المتابعة القيمة اللي عددوا دوريا دوريا على الظاهر اللي عندك الجهود اللي قايمة بهم السلطات الإدارية وقايمة بلي بها الشركة منفسها ان شاء الله دوري وفاهم فاسرع من ما كان مبرمج أصلا ونظرا للإرتباط الوذيق بين الشبكة الترقية وشبكة صرف الصحي قام وزير المياه وصرف الصحي رفقة وزير التجهيز والنقل بمعاينة شبكة صرف الصحي التي تجري فيها الأشخاص من أجل إعادة تأهيلها ويبلغ طول الشبكة 19 كيلومتر وقد تلقى الوفد الوزاري شروحا حول الأهداف الأساسية المتوخات من الشبكة والتي تتمثل في تنقية المجالي وتنظيفها ويتولى توين المشروع مكتب الصرف الصحي بنسبة 70% فيما يتولى مشروع مدن نسبة 30% من التمويل ويتوقع أن تكتمل الأشغال فيه في غضون 13 و15 يوما جارة التفقد وطلاع للأشغال الجارية في مشروع تنظيف ويعادة تأهيل شبكة صرف مياه الأمطار لمدينة روسو والتي بدأ العمل فيها منذ أسبوعين وحسب القائمين على المشروع سينتهي العمل بعد شهرين إن شاء الله يتولى تنفيذ هذا المشروع المكتب وطن للصرف الصحي ومشروع مدن معا وتكالفه المالية مليار و 155 مليون أوقية قديمة الهدف من هذه العملية المساهمة في منع تكرار أضرار الفيضانات والمحافظة على البيئة والمحافظة كذلك على الحياة العامة وهذه أمور تهم دائما برنامج العمل الحكومي وهذا البرنامج كما تعلمون مستمد من برنامج تعهداتي لفخامة رئيس الجمهورية السيد محمد الشيخ الأزوان كما أنه مش شأن هذه العملية تسهل لزملائنا في وزارة النقل والتجهيز مواصلة العمل من أجل الإنجاز شبكة طرق حضرية تستجيب للمعايير المضربة في المجال هي إذن زيارة مشتركة نظرا للإتباط الوثيقي بين الغطاعي التجهيز والنقل والصرف الصحي وذلك في إطار الجهود الرامية إلى بناء شبكة طرقية حضرية تستجيب للتطلعات المواطنين في مدينة روسو زيارة اختتمت باجتماع في مباني الولاية أكد خلاله الوزيران على ضرورة مواصلة جهود المراقبة التي تقوم بها السلطات المحلية بالولاية والتي انعكست بشكل إيجابي على أداء الفرق الميدانية لقناة الموريتانيا محمد دياتمة مدينة روسو عقد مفوض حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقة مع المجتمع المدني بنوكشوت لقاء مع ممثل منظمات المجتمع المدني خصص هذا اللقاء لتدارس أوضاع حقوق الإنسان في بلادنا والخطوات المتبعة للنهوض بحماية وترقية حقوق الإنسان حقوق الإنسان في موريتانيا الواقع والآفاق هو عنوان اللقاء الذي نظمته مفوضية حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني مع منظمات المجتمع المدني اللقاء سيكون نقطة البدء وجسر التواصل المتين بين المفوضية ومنظمات المجتمع المدني للتغلب على النواقص الحاصلة في المجال ومواصلة الجهود تعزيز ما تحقق من مكتسبات في مجال حقوق الإنسان حسب المعنيين في البداية أشكركم على تلبية النداء عندكم من جزيل الشكر والإمتنان على تلبية هذا النداء اللي هامنا إن شاء الله يعود بادرة لهذه الأسرة الحقوقية الوطنية هذه الأسرة كاملة الحقوقية هنا مجمعة وها منها تعود بادرة خير عليها ها منها تعود المرة جاية إن شاء الله اللي تعدل بطريقة دورية عليكم أنتمو من تحدود كل ستة شهر كل سنة كيف ما تبقوا نجابروا نشاوروا في أمورنا الخاصة اللي أمور تعني الوطن ما تعني مفوضة حقوق الإنسان ولا تعني الحكومة بصفة خاصة تعنيكم أنتمو منظمات المجتمع المدني بصفة واضحة وشاملة منها عنكم أنتمو من جزء من هذه الرواية وهمنا نتواعد معكم بطريقة واضحة عندنا نجابروا دوما في هذا النطاق هذا النطاق اللي اللي نجابروا هذا التشاور اللي نعدلوه بطريقتين إن شاء الله نجابروا بطريقة دورية كل ستة شهر والله كل سنة كيف ما تبقوا والله ستة شهر كيف ما تبقوا النقطة الثانية نختاروا نجابروا المالي نجبروا أم جسر للتلاقي بيناتنا إن شاء الله اللي يتعود أبليكاسيون أينفورماتيك ويعودوا جميع الناس اللي في المجتمع المدني اللي في حقوق الإنسان يقدوا يمشوننا آراءهم لالسيجيسيون ذاللي دوروا كامل نحن فاتحين فيه المجال ونشاوروا بيناتنا بين اللي هي ما هي عملية وحدة وننفاو منها هذه هي النقطة الأولى هذا التشاور وهذا الحوار وهذا اللي واحلين ومحل فيه درك بيناتنا كاملين جاي من رؤيا واضحة وشاملة لفقامة رئيس الجمهورية اللي سن سنة واضحة منذ توليه مقاليد السلطة هي ذي سنة التشاور والتحاور وإشراك الآخر هامنا ذول هامنا نشركوكم معنا في القرار يس وشن هو ممثلون نظمات المجتمع المدني أكدوا مؤازراتهم لكل الجهات التي تسعى إلى ترسيخ مبادئ حقوق الإنسان في بلادنا والعمل معها بكل الوسائد حتى تتحقق الأهداف المنشودة نختار وهي السنة الحميدة تعودية ومورنا كاملة عود متوجهين اللاروصنا ما نعود متوجهين الأجنبية كحللنا مشاكلنا إن عود عندنا مشكلة لنقعدون ونشدوا أخبارها المبواضية بابها مفتوح وإحنا أبوابنا مفتوحة والهيئات المنبثقة في إطار سياسة الحكومة المالية أبوابها مفتوحة الحد المشاكل مديراً لا لهذا وبدلاً من واحد منا يطرح قضية بعيد ويمشي بها إياكي دولاً نطرحها بعد على مستواناً وإحنا بعد بمتدى الباعنا وغير حكومية باتحين بوابنا لأي حد أطرحنا أن هناك أي مشكلة تعني البلد سواء في مجال حقوق الإنسان وضع في المجالات الأخرى مستعدين للنقاش ومستعدين نمشوا معها فيها إلى النهاية ونطرح على الهيئات الوطنية وينتعجز عنها نحلو المبواضية الحفل تخللته مداخلات للحقوقين الناشطين في مجال حقوق الإنسان في بلادنا أجمعت على ضرورة تكاتف الجهود ليختتم النشاط بتقديم تكريم من طرف منظمات المجتمع المدني لمفوض حقوق الإنسان والعمل الإنساني كتعبير عن شكرها له احتضنت صاحة مطار وكشوط القديم ظهر أمس احتفالية بمناسبة وضع حجر الأساس لمصحة طيبة ستشيدها جمعية قلوب محسنة ترأس حفل وضع حجر الأساس لهذه المنشأة الصحية لمينو العام لوزارة الصحة إلى جانب سلطات الإدارية والأمنية بولاية وكشوط الشمالية أتي ميتر مربع ستقيم جمعية قلوب محسنة هذه المصحة المؤلفة من طابقين وضع الحجر الأساس لهذه المنشأة الصحية المقامة لصالح المرضى المحتاجين جرى بحضور رسمية من قطاع الصحة والسلطات الإدارية بولاية وكشوط الشمالية فضلا عن مدعوين من هيئة الناشطة في مجال الأمل الخيري الحفل كان مناسبة لقطاع الصحة للحديث عن أهمية بناء هذه المنشأة الصحية كما تعلمون أن الصحة صحة المواطنين من أوليات فخامة رئيس الجمهورية هذه المنشأة لها تعود إن شاء الله دعم للمؤمنة الصحية ودمجها جدا إن شاء الله إن شاء الله تحاول كأن تكفر المحتاجين في تقديم الخدمات الوقائية والعلاجية إن شاء الله عمدة بلدية دار النعيم بدوره تحدث عن أهمية مثل هذه المرافق الصحية في التخفيف من معاناة المرضى المحتاجين هؤل المواطنين خاصة اللي يعنون نحن هم ساكن الدار النعيم اللي نعرف ضعف الناس ونعرف احتياجهم لهذا النوع من الأعمال الخيرية ألني اليوم فرحان ومرتاح لهذا التواجد وهذه اللبنة الأولى اللي يتبتنا وهذا الصرح الطبي اللي عدلت جمعية قلوب محسنة هذه الجمعية طبعا ألنها ما يجهل أحد جمعية معروفة على مستوى التراب الوطني بأعمالها الخيالية والإنسانية رئيسة جمعية قلوب محسنة تطرقت في كلمتها أمام الحضور لمكونات هذه المصحة وما ستقدمه من خدمات تعتز جمعية قلوب محسنة ووفقها الله تبارك وتعالى أن تضع حجر أساس مساحتها بهذا اليوم المبارك ولا يعود بإذن الله تعالى يحتوي على جناحين من الإحسان جناح لا يعود فيها مساكن خاصة بالمرضى جايين الداخل يعدوا معندهم مساكن أصلا لا يتوفرهم جمعية بنا وإن شاء الله يتعد فيه المصحة يعد فيها جميع تخصصات وإن الله تعالى يعد فيه الاستشارة الطبية مجانة ولا يعود كذلك هم مختبر للتحاليل لا يعود يوفر الضعفة والمساكن المرضى جميع الوصفات إن شاء الله تعالى مجانية وينتور من إقامة هذه المنشأة الصحية توفير خدمات صحية لصالح المرضى المحتاجين هنا نكون قد وصلنا لنهاية النشرة تذكير بالعنوين رئيس الجمهورية يؤكد في تغريدة له على حسابه بتويتر سعي بلادنا المتواصل للعمل حتى تتحقق التفطية الصحية الشاملة السيدة الأولى تشارك في حفل إفطار بن وكشوب بمناسبة مرور خمسة وسبعين عاما على تأسيس منظمة الصحة العالمية وزير التجهيز والنقل والميع والصفة الصحية تفقدان تقدم الأعمال في منشآت قيد الإنجاز بمدينة روسو شكرا لحسن المتابعة وقدمتم في أمان الله موسيقى موسيقى اشتركوا في القناة